اشتركوا في القناة هي الاكبر من نوعها تقوم على تنفيذ الاساسات الاولية لجميع العمارات بصورة متعاقبة على مدار 20 ساعة عمل متواصلة واضافت الوزارة ان ذلك الجهد الهندسي يعكس مستوى التخطيط المسبق والكفاءة في ادارة المشاريع الاسكانية بمملكة البحرين والقدرة والوفرة الانتاجية للمصانع المحلية فضلا عن الخبرات المتراكمة لدى مهندسي الوزارة موضحة إلى ان مشروع الشقق السكنية بمدينة سلمان يأتي في اطار التنفيذ المرحلي لمشاريع المخطط العام للمدينة والذي يسهم بدوره في تنفيذ الاهداف الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة بشأن العمل على توفير 25 الف وحدة سكنية وافادت وزارة الاسكان بانه قد روعي لدى تخطيط بناء الشقق الاعتماد على توفير معايير الاستدامة كالطاقة الخضراء ومواد البناء صديقة للبيئة وتوفير بيئة امنة وعصرية تتناسب مع احتياجات المستفيدين لتحقيق اعلى مستويات الجودة لقاطنها اليوم نشهد بدء اول اعمال الصب لأساسات مشروع 1382 شقة سكنية في مدينة سلمان تم تجهيز ما يقارب 500 آلية لنقل الخرسانة تلتقي مع عدد 6 مضخات لصب كميات تصل لحوالي 4000 متر مكعب خلال 20 ساعة عمل متواصلة خلال هذه العملية سيشرف طاقم عمل فني مكون من 30 مهندس متنعوبين على 3 نوبات بالاضافة الى عدد 70 من العمال المختصة حيث تمت مراعاة اعلى معايير السلامة المهنية خلال تنفيذ العملية اشتركوا في القناة